السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا أبنائي درسنا اليوم نريد أن نرى كيف النباتات والحيوانات التي تعيش في الصحراء استطاعت العيش في هذا الموطن في العنوان ما يقول ما التكيفات وشي الأشياء التي ساعدت هذه النباتات والحيوانات على أنها تعيش في الصحراء نبدأ مع بعض بنكون في الكتاب في صفحة 92 راح ندرس هذه المصور وكمان عندنا بصفحة 93 بنتكلم عن المصورات وبنسوي التجربة اللي عندنا في النشاط وكمان بنقرأ إن شاء الله النصوص مع بعض طيب نبدأ أول شيء بالنشاط عند النشاط اللي بصفحة 93 يتكلم عن تخزين الماء يتكلم عن تخزين الماء تجربة قريبة مشابهة لما يحدث في بعض النباتات طيب وشي الأدوات الأدوات عندنا كيس مشمع بلاستيك ومندين ورقية ولسك شريط لاصق وأيضاً علبة ماء وهذه الأدوات إن شاء الله أنا متوفرة كلها عندكم طيب وش الخطوات وش بنسوي يقول أعمل أعملوا نموذج أسوي نموذج كيف كيف أبلل منشفتين يعني منديلين ورقتين بالماء منشفتين ورقتين بالماء أبلل ثنتين ثم ألف إحداهما واحدة منهم ألفها بورق المشمع ألفها بورق البلاستيك فهذا يمثل نموذجاً لطبقة الشمعية للنبات يمثل كأنه الشمع اللي في ساق النبات أو في أوراق النبات زي الصبار وأستخدم المنشفة الثانية اللي ما حطيناه فيها كيس لتمثل نموذج لنبات بلا طبقة شمعية طيب وبعد كده بش أسوي أضع أضع النموذجين في مكان مشمس طيب كيف تعالوا نشوف مع بعض الآن هذه الكيسين معنا هذه المنديل أخذ شريط من المنديل بهذا الشكل طيب وبعدين أبدأ ألف المنديل بهذا الشكل كأنه ساق النبات أو أوراق النبات بعض النباتات بهذا الشكل وأحاولني ألصقه بحيث أنه يثبت أشيل الزايد منه من اللاصق هذا جزء من الساق اللي للنبات اللي ما فيه أو لا يحتوي على طبقة شمعية خليت بالشكل خليت بالشكل هذا طيب أخذ منديل منشفة ورقية ثانية طيب وألفها بنفس الطريقة وبنفس الحجم بنفس الحجم اللي أخذته في الأولى وألفها أيضا بهذه الطريقة مثل ما قلنا هذا يمثل ساق وأوراق بعض النباتات اللي موجودة بالصحراء بعض النباتات تحتوي على طبقة شمعية وبعضها الآخر لا هذا الآن أيضا نسويناه بنفس الش الطريقة طيب وش الفرق الحين بنصب فيهم موية في الأثنين بنضع هنا ماء وبنضع هنا باء بنبلل المناشف بنبلل المناشف الورقية المنادين بالشكل هذا وأيضا من هذه بالشكل هذا بنفس الكمية طيب المنديل اللي عندي هنا في الكيس أبحاول أني ألفه أغطيه بالكيس هذا شبيه بالطبق الشمعية اللي موجودة في النبات اللي موجودة عندنا في النبات ألفها بهذا الشكل طيب وبعدين إيش اللصق زي ما نشوف هذا اللصق وهذا اللصق وهذا بخليه مثل ما هو وبحط الاثنين في مكان مشمس أبحطهم في مكان مشمس وش اللي أسوي أتابع كل ربع ساعة أجي أشوف وين الجزء وين الساق اللي أحتفظ بالماء هل هو ساق النبات اللي ما فيه طبق الشمعية اللي هو المنديل اللي ما لفناه بالكيس أو ساق النبات الآخر اللي فيه طبق الشمعية اللي إحنا لفينا عليه الكيس طبعا طبيعي طبعا تجربة الآن إحنا لأننا بنسويها الآن بنعطيكم بعض النتائج لكن ودي أنكم تجربونا في البيت وتطبيقونا النشاط سهل وتلاحظون النتائج اللي حيحدث أنه هذا المنديل يمثل ساق النبات اللي بدون طبقة شمعية حيجف جزء أو قطرات الماء اللي فيه حتبخرها الشمس لذلك لن يحتفظ بالماء فترة طويلة أما الجزء اللي عندي هنا اللي يمثل ساق النبات فيه طبقة شمعية مثل نبات الصبار فبيحتفظ بالماء فترة أطول بيخزن الماء فترة أطول ليش؟ لأن الكيس اللي يمثل طبقة شمعية يحافظ على الماء يحفظ الماء لفترة أطول فهذا مثل بعض النباتات اللي موجودة عندنا في الصحراء وهذا مثل بعض النباتات اللي موجودة عندنا في الغابة طيب طيب نشوف مع بعض نرجع للعرض نشوف مع بعض هنا يقول أصنع نموذجين وأضحهم في الشمس طيب يقول ألاحظ كيف وجدت المناشف الورقية نهاية اليوم عندنا منشفتين ورقية واحدة حطيناها كلهم بالشمس واحدة كانت مكشوفة واحدة كانت مغطاة بكيس بلاستيك بمادة شمعية شلي بحق يسير أنه اللي مغطاة بالكيس اللي شبيهة بالنباتات اللي بالصحراء بيحتفظ بالماء لفترة أطول أما الكيس أما المنديل أو المنشفة الورقية الثانية فبنلاحظ أنه يجف منها الماء فنقول المنشفة الورقية المحاطة بورق مشمع محتفظة بالماء لأن الورق المشمع حفظها هذا ما يحدث في نبات الصبار يخزن الماء ليش يخزن الماء؟ لأن فيه طبقة شمعية تحفظ الماء في نفس النبات طيب أما المنشفة الأخرى اللي ما كنا لافين عليها الكيس فإنها تجف تبخرت بسبب سقوط شعة الشمس عليها في الماء اللي كان في المنديل أو في المنشفة بدأ يتبخر طيب السؤال اللي بعد يقول كيف تساعد الطبقة الشمعية نباتات الصحراء على البقاء ممتازين أنه الطبقة الشمعية تحفظ الماء بداخل النبات فنقول يحفظ الشمع الماء ويمنعيش تسر به طيب نشوف عندنا النباتات هذه نباتات الصبارة اللي موجودة فين؟ في الصحراء النبات هذا يحتوي على طبقة شمعية تحيط فيه من الداخل تحفظ الماء لما تأخذ تمتص الماء من الجذور تحفظه تخليه ما يتبخر بسرعة ليس مكهة مثل النباتات الثانية عشان كذا هو يعيش في البيئة الصحراوية أو في الموطن الصحراوي إذن هنا سؤال يقول ما التكيفات اللي تساعد هذا النبات على العيش في هذه البيئة وجود الطبقة الشمعية الشمع حول ساق وأوراق النبات أيضا النبات له أشواك الشوك هذا وش فائدته؟ هم تزين يحمي نفسه من الحيوانات لا تاكله يحمي نفسه من بعض الحيوانات لا تتغذى عليه أيضا لها جذور سطحية بعض النباتات في الصحراء لها جذور سطحية كيف سطحية؟ يعني قريبة من التربة وبعض النباتات أخرى بنشوفها اليوم لها جذور عميقة تبحث عن الماء زي ما نشوف عندنا هذا نبات الصبار اللي إحنا نشوفه في بيئتنا عندنا وش التكيفات اللي فيه؟ التكيفات اللي فيه اللي أشواك عشان يحمي نفسه هذا واحد اثنين له طبقة شمعية تخزن الماء تحفظ الماء بداخله ما تخلي الماء يتبخر ثلاثة من التكيفات اللي الله سبحانه وتعالى وهبه لهذا النبات من الصورة نشوفها إحنا الليه جذور هذه الجذور ما تنزل تحت زي بعض النباتات لا تتفرع للجانب تكون قريبة من سطح التربة شوفها تكون قريبة من سطح التربة عشان تمتص الماء بسرعة لو جاء مطر أو أحد أسقاها إذن هذه من التكيفات اللي موجودة في نبات الصبار فنقول لها أشواك للتقليل من فقدان الماء عشان ما تفقد موية وحمايتها من الحيوانات النبات ترى يخرج ماء يطلع ماء مثلنا إحنا إذا جينا لعبنا وش يصير يخرج مننا عرق صح؟ يخرج مننا ماء العرق هو ماء النبات نفس الشيء يخرج منه ماء لكن ما نسميه عرق نسميه نتح إن شاء الله لو رحتوا في المراحل لاحقة في رابع وخامس ستتعلمونا فيخرج مننا ماء فعشان ما يخرج الطبقة الشمعية ذي تحميه تخلي الماء داخل أيضا تتحول بعض الأوراق إلى أشواك عشان ما تخرجيش هالماء تحتفظ بالماء ليش تتبي تحتفظ بالماء؟ لأن الصحراء نادرة المياه قلة المياه فيها ما فيها موية كثير في النبات لازم يحافظ على نفسه أيضا له طبقة شمعية تحفظ كمية الماء الموجودة بالنبات مثل ما سوينا مع بعض بالتجربة وأيضا لها جذور سطحية تمتص هذه الجذور السطحية تمتص أكبر كمية ممكنة من الماء نشوف مع بعض نبات آخر يعيش في الصحراء مثل شجرة الطلح لابنشوف التكيفات اللي فيها نشاهد الصورة ونفسرها نفسر يعني إيش؟ نشرح من خلال الصورة وش نشوف فيها؟ وش تتميز فيه هذه النبات؟ يا سلام عليكم ممتازين لو شفنا الجذور عميقة ما هي مثل الصبار قبل شوي كانت سطحية الجذور إيش؟ عميقة تحاول الشجرة هذه تثبت نفسها في التربة وأيضاً تبحث عن الماء تدور الماء تتشعب تحت عشان تبحث عن الماء طيب تكيف ثاني وممتازين لو لاحظناها أوراقها ما هي زي أوراق الأشجار اللي في الغابة خضراء ومنبسطة أوراقها قليلة وصغيرة والنبات أيضاً فيه بعض الأشواك الأغصان كثيرة فيه عشان ما يفقد ما يخرج ما ما يطلع ما لأن لو يخرج ماء زايد يموت عشان ما يخرج الماء يحتفظ فيه أوراقها تصير إيش قليلة أوراقها تصير قليلة وخروج الماء منه يصير قليل ما يصير كثير زي النباتات اللي في الغابة طيب نشوف مع بعض وش نقول له أوراق صغيرة حتى لا تفقد المياه بكميات كبيرة عشان الماء اللي تخرج منه تصير إيش نسبتها قليلة أيضاً لها الأشواك ليش لحمايتها من الحيوانات أيضاً لها جذور طويلة للبحث البحث عن الماء وكمان تثبت نفسها بالتربة من الرياح اللي تهب عليها في الصحراء هذه التكيفات اللي يشوهبها الله سبح تعالى لهذا النبات طيب نشوف مع بعض التكيفات في الحيوانات هذا طائر الخفاش حيوان الخفاش يطير من الثديات طيب من الثديات التي تطير الخفاش متى ينشط ممتازين ينشط في الليل عشان يبتعد عن حرارة الجو اللي في النهار إذا نشاطه في الليل أيضا في حيوانات بالصحراء تنشط بالليل يكون نشاطها ليلي مش معنى نشاطها ليلي يعني تتحرك وتبحث عن طعامها في الليل خصوصا في فصل الصيف إذا اشتدت الحرارة ما تبغى تطلع بالنهار ليش ما تبي تطلع بالنهار خصوصا بالظهر قبل الظهر بشوي لأنها بتفقد من جسمها ماء بيخرج من جسمها ماء والصحراء الماء فيها قليلة فعشان تحافظ على الماء ما تطلع في الظهر أو قبل الظهر بكثرة في فصل الصيف ويكون نشاطها بالليل مثل الذئاب مثل عندنا بعض الثعابين تبتعد عن حر عن شدة الحرارة فيكون نشاطها بالليل نسميه نشاط ليلي إذا نقول الثعابين والذئاب يزداد نشاطها ليلا أي تنام بالنهار وتنشط في الليل عندما يصبح الجو بارد معتدل بالصيف يصير الجو معتدل خلاص تصير تطلع بالليل بالشتاء لا بالشتاء تقدر تطلع شوي تطلع بالنهار عشان تدفع لكنها تجلس بجحرها أو بوكرها فترة طويلة يسمونها بيات شتوي ناخذ إن شاء الله في سنوات لاحقة بالدراسة بصف رابع بصف خامس طيب نكمل مع بعض تكيفات أخرى لنباتات أخرى لحيوانات أخرى عندنا الحيوان هنا الأرنب الله سبحانه وتعالى وشوها بهذا الأرنب عشان يقدر يعيش يعيش في المكان اللي هو فيه في الصحراء أو في الغابة أو في المناطق القطبية الأرنب منها أنواع في أنواع تعيش في الصحراء يسمونها أرنب بري وفي حيوانات في أرنب يعيش في الغابة وفي أرنب يعيش في المنطقة القطبية وشكالهم مختلفة عن بعض الأرنب اللي عندنا هنا طيب وشي اللي الله سبحانه وتعالى وهبه أعطاه في جسمه تراكيب تساعد عنه يعيش في بيئته ممتازين آذانها الطويلة الآذان هذه الطويلة يسمع فيها تحركات اللي حوله في يعرف أنه فيه ثعلب أو ذئب بيجي بيصطاده جليه ويديه اللي تبي تعتدي عليه اللي تبي تاكله زي الأرنب زي الثعلب زي الذئب زي اللبوة طيب زي الذئاب زي الكلاب الله يكرمكم يحاول يتخفى يتخفى هنسميه تخفي طيب يصير لونه زي لون البيئة زي لون البيئة زي لون المكان اللي يعيش فيه هذه التكيفات الله سبحانه وتعالى وهبه هذه الحيوان يقول لأذان كبيرة تساعد الأرنب على السماع وعلى إبقاء جسمه بارد أيضا اللون الفاتح يقلل من امتصاص كمية كبيرة من إيش من الحرارة أيضا اللونه المشابه للون البيئة يساعده على الاختباء من أعدائه طيب شوف اختبر نفسي عندنا في صفحة 93 عندنا صورة هالجمل مش يقول هل يستطيع الجمل العيش في المناطق الباردة نقدر ناخذ هذا الجمل ونوديه في القطب في المناطق القطبية الجمال أنواع زي ما الذئاب فيها أنواع زي ما الأرنب فيها أنواع هذا النوع ما نقدر نوديه للمناطق الباردة ما يعيش هناك ليش؟ لأن الوبر اللي يغطيه هو وبر خفيف يساعد عليه على العيش في الصحراء عندنا لكن فيه نوع آخر من الجمال نسميه جمل ذو السنامين سنام الأول والثاني هذا السنام هذا السنام الأول وهذا السنام الثاني هذا نوع من أنواع الجمال الله سبحانه الله سبحانه وتعالى كيفه وهيئه أن له فره غزير فره كثير الوبر اللي يغطيه كثير لذلك يقدر يعيش في المناطق أيش القطبية في المناطق اللي فيها ثلوتش فالجمل أيضا فيه أنواع مثل ما فيه الثعالب أنواع الذئاب أنواع قد تعرفنا وشفنا ذئب أبيض يعيش في المنطقة القطبية قد شفنا أرنب أبيض يعيش في المنطقة القطبية الجمل هنا الله سبحانه وتعالى وهبه وبر كثير كثيف عشان يحمي نفسه وأيضا له سنامين يقدر يخزن الغذاء الفترة هيش أطول فنقول لا ليش لأن جسمه تكيف للعيش في الصحراء الحارة نحن نقصد هيش الجمل الأول هذا طيب نكمل إلا أن هناك أنواعا من الجمال زي هذا له سنمان وهي تستطيع العيش في المناطق الباردة لتمتعها بوبر كثيف طيب نأخذ السؤال الثاني شي يقول للتفكير الناقد ما التكيفات التي تساعد الضب على العيش في الصحراء الضب وشي الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى وهبه من تراكيب في جسمه عشان يعيش في الصحراء ممتازين الحراشف اللي تحمي جسمه من فقدان الماء يتغذى على ماذا على ممتازين الأعشاب ويحصل عليها الماء يحصل على الماء من خلال أكله ليش للأعشاب فنقول لا يحتاج لشرب الماء عشان كده يقدر يعيش في الصحراء فهو يحصل عليه من خلال أكل النباتات والحشرات أيضا يقوم ببعض أنشطته في الليل خصوصا في فصل الصيف ليتجنب شدة الحر بالنهار أيضا يغطي جسمه الحراشف ليقلل من فقدان الماء وحفظ برودة جسمه طيب لو قال واحد لونه كمان مثل لون البيئة كلامك صحيح لو قال واحد يسكن في الجحر عشان يبتعد عن شعة الشمس صح لأن هذا السلوك صح كلامك صحيح فنقدر نبدع ونسولف مع بعض ونجيب تكيفات أكثر من اللي أنا ذكرتها طيب نشوف مع بعض قراءة النص نبي نقرأ النص مع بعض بالكتاب بصفحة 92 يا شي يقول ليست كل أنواع المخلوقات الحية تستطيع العيش في الصحراء فالمخلوقات الحية الصحراوية لها تكيفات تساعدها على العيش في المناخ الصحراوي الجاف فالنباتات الصحراوية مثلا لها تكيفات تساعدها على امتصاص الماء وتخزينه ومنها امتداد جذورها على مساحات كبيرة لامتصاص اكبر كمية من ماء المطر هذه بعض تكيفات النباتات ويساعدها الشكل المميز لسيقانها على تخزين الماء وتحمي هذه النباتات نفسها وتحمي هذه النباتات نفسها من الحيوانات العطشة عن طريق الاشواك والاوراق الابرية انظر الى الصور ادنى واحدد التكيفات التي مكنت هذه النباتات من العيش في الصحراء الصور اللي اخذناها قبل في بداية الحصة صورة النباتة الصبار صورة شجر الطلح طيب نكمل صفحة ثلاثة وتسعين العديد من الحيوانات الصحراوية ومنها الثعابين والذئاب نشاطها ليلي مش معنى نشاط ليلي اي انها تنام في النهار وتنشط في الليل عندما يصبح الجو باردا باردا وتساعد الاذان الكبيرة لبعض الحيوانات واجسامها الرقيقة كما في الارنب البرية او في الارانب البرية كما في الارانب البرية على بقاء على بقاء اجسامها باردة فعندما يتدفق دمها الحار من خلال اذانها الكبيرة يفقد جزءا من حرارتهم وكلما زادت مساحة الاذن زادت كمية الحرارة المفقودة كما يعمل اللون الحيوان الفاتح على منع امتصاصه كمية كبيرة من الحرارة تعلمنا في هذا الدرس بعض اوجه تكيف للنباتات عشان تعيش بالصحراء تعلمنا ايضا بعض التكيفات للحيوانات اللي تقدر تعيش بالصحراء واخذنا امثلة عليها تعلمنا ايضا اشمعنا نشاط الليلي لبعض الحيوانات وحلينا التمرين وقرأنا النصص الى هنا نتوقف احنا وإياكم ان شاء الله ونلتقي في درس قادم بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه في أمان الله